هذه نقطة مهمة ترامب المعبئ في قصة إيران والعراق هل تعتقد ترامب سيبقى ينظر إلى حلفاء إيران في العراق ويتعامل معهم على حدة أم سينظر أن العراق بكامله فصائل وحكومة باتت حليفا مهما لطهران يعني رغم وجود إمكانية لعملية التمييز وهذا ما كان حاضرا في زمن بايدن أبدأ مرونة كبيرة حتى أن المقاربة التي طرحت منذ مجيء السيد السوداني الولايات المتحدة الأمريكية عملت على وضع مقاربة لفصل السيد السوداني أو حكومة السيد السوداني بشكل تدريج جدا عن حلفاء إيران ما وصلت إلى نتيجة أو لم تكتمل هذه الخطة بشكل كامل لكن الآن أنا أعتقد أن ترامب لن يميز في هذا الموضوع بشكل دقيق وسينظر مرة أخرى أقول لأن تفصيلات الحكومة الحالية يعني سيجد بعض الجهات التي هي أصلا مدرجة ضمن القانون أو التعليمات الأمريكية هي أو وفق القرارات الأمريكية لأنها جهات مصنفة إرهابية وضمن القائمة السوداء فلذلك لن يفصل في هذا الجانب أضف إلى ذلك يعني أيضا في قضية عدم الفصل هو لن يميز ما بين الحكومة الرسمية وشبه الرسمية أميز ما بين الحكومة الرسمية وشبه الرسمية وشبه الرسمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كثيرا ترجمة نانسي قنقر